السلام عليكم يا شباب وعليكم السلام دكتور في حد درس المحاضرة الماضية نعم دكتور درس مين معي ايه دكتور انت مين انا مراد الطراني ايوة مراد يا محمد عوض يعني ايه green stick fracture green stick fracture هذا بصير عند الاطفال بكون العظمة نصفها مكسور نصفها intact طيب احنا احنا تعودنا نحن نحكي بالعربي ولا عاوزين نحكيها بالانجليزي اه كلامك صح مظبوط اجابتك لكن بالعربي احنا عاوزين الاجابة بالانجليزي الله يرضى عليك بالانجليزي تمام اهان طيب نشوف ابرار خالد الاقرع معنى ابرار دكتور ممكن تعيد السؤال خلاص افنان عبدالقادر الصرايرة موجودة معنا اه دكتور موجودة ايه الفرق بين simple fracture and compound fracture لسه دكتور مدرست المحاضرة صادقة مع نفسك افنان اه دكتور موجودة طيب نشوف خلاص خلاص المرة تجاة ان شاء الله ساسألك وان شاء الله تكوني دارسة باذن الله تعالى طيب اياد سليمان يونس ايش مين حكا اه انا دكتور احسان كنت حكيت اسمي اسمات اه مين انت ابرار ايوا يا ابرار اين فرق بين بصراحة ما درستي طيب اياد سليمان يونس موجود معنا الله يا دكتور لسه كنا نورده لسه ما درستش بارك الله فيك وبعدين احنا نوين ندرس امتى طيب والله يرضى عليكم مين اللي في حد عارف طيب ايه الفرق بين السيمبل فراكشور والكمباوند فراكشور طيب مين بس لحظة واحدة بس اشوف مين اللي رفع ايدو يقين اتفضلي يا يقين يقين وجدي بكون نو اوبن سياين وون الكمباوند بكون اوبن سياين وون ما سمعتش اي شي ارفعي صوتك السيمبل السيمبل بكون انا اوبن سياين وون والكمباوند فراكشور بكون اوبن سياين وون عظيم طيب ما الايه هي يقين الباثولوجيكال فراكشور بس لا تكوني بتقرأي من اللي سلايد حنين نجم اتفضلي يا حنين ايه هو الباثولوجيكال فراكشور هو كاسر بيكون سببه اما ضعف في العظام او انه سببه مرض يعني disease or weakened bone عظيم اديني مثال لويك bone سبب احنا حكينا عنه لويك bone البوند فيه بيكون ويك طيب نشوف هنين عوض النعمات اللي حكينا عنها بتكون الكساح عند الاطفال اتوقع ازهي طبع ولا شيء تاني ولا شيء تاني الله يدكتور مش متذكري بس بتذكري انه حكينا عن الكساح عند الاطفال osteomalitia osteoporosis and osteomalitia طيب خلينا نروح لكمالة المحاضرة هننتكلم على المسكولر سيستم اللي هو كمالة وحنا حكينا المرة اللي فاتت انه اللي اتنين مع بعض يعني نقدرش ان احنا نفصل سيستم عن المسكولر سيستم لانه المسلز لها site of attachment على البون وهي المسل contraction and relaxation is responsible for the movement of bone يعني العظم العظم مش هتتحرك لحالها لابد ان يكون في نشاط الصوت اللي طالع لو سمحتم لابد ان يكون في نشاط عضلي عشان تتحرك العظام وذكرنا ان احنا في عندنا نوعين من البروسيسز بيكونوا موجودين في البون زي الهيد والإبكندايل والتروكانتر والكندايل وغيره وقلنا انه في عندنا نوعين من البروسيسز واحد منهم اسمه rough process and this is the site for the attachment of bone وعندنا smooth process اللي هي بتكون يعني البروزات النائمة الملساء اللي بتكون مغطاب cartilage and they are the site for joint formation طيب muscular system طبعا لها وظائف عديدة movement تكون pushing food in digestive system حتى الجهاز الهضمي نفسه بيحتوي على muscular system which is responsible for the movement of food from the esophagus from the esophagus to stomach and from stomach to intestine and also in the intestinal compartment there is what we call peristaltic movement اللي هي الحركة الدودية اللي بتنتج من contraction of the smooth muscles in intestine كذلك في عندنا smooth muscle أيضا موجودة في walls of the blood vessels which help during the construction and dilatation for the movement of blood خدتوا أنواع العضلات عندنا skeletal muscle عندنا smooth muscle عندنا cardiac muscle ونوعين منهم involuntary muscles لا إرادية اللي هما smooth muscles زي المسلز اللي موجودة في walls of the blood vessels جدران الأوعية الدموية وكذلك smooth muscles اللي موجودة في intestine اللي هي بتعمل الحركة الدودية بينما skeletal muscles اللي هي العضلات المخططة دي بتكون voluntary muscles under the conscious control ماشي طبعا مش هنتكلم على أنواع العضلات آه striated muscles عندنا visceral muscles اللي موجودة في الأعضاء الداخلية عندنا muscle layer اللي موجودة في الهارت القلب كم طبقة يا شباب ثلاث طبقات endocardium myocardium and epicardium أو اللي بيسموه pericardium اللي هي الطبقة الخارجية هنا لما متكلم على cardiac muscle نعني myocardium اللي هي الطبقة الوسطى اللي بيحصل فيها contraction for bumping the blood طبعا smooth muscles are involuntary muscles under control of central nervous system وكذلك cardiac muscle under control of central nervous system and hormonal effect طبعا زي ما انتوا عارفين ان في cardiac muscle في عندنا bumping system أو transduction system اللي هو أنواع السينسيز الموجودة sinoatrial node والاتريو ventricular node والبركنجي fibers وغيره responsible for sending the impulses through the cardiac muscle for contraction طبعا سلايد اللي موجودة امامنا دي في غاية الأهمية ودي بتبين أنواع الحركات المختلفة على العضلات وطبعا في سلايد وراها فيها صور هتوضح abduction وكل حاجة هنلاقي عكسها abduction عكسها abduction flexion عكسها extension dorsiflexion عكسها plantar flexion aversion عكسها inversion pronation عكسها supination elevation عكسها depression تمام ننتبه abduction معناها موذمينت away from the midline of the body نبص كده على السلايد أول واحدة فيهم الصورة اللي موجودة في الأعلى ناحية اليمين فيها الحركتين abduction وهنا بنحرك فيها الذراع away from the midline آد الميد لين فالذراع لما يتحرك إلى الخارج معناها أنه بيبتعد عن الميد لين and this is called abduction لما ناخد الذراع من خارج towards the midline في اتجاه ال midline في اتجاه ال midline بيسمها abduction يبقى abduction movement away from the midline away from the midline البقات في اتجاه الجسم و 나오 ولما نبعد معناها extension يعني بنفرد الزراع بنفرد الالبو جوينت ما يوجد فيها تانية إذن bending أو bending الالبو جوينت في هذه الحالة ده اسمه flexion of elbow joint ولما نفرد الزراع إلى النهاية ده اسمها extension أو مد للالبو جوينت دورسي فليكشن and plantar فليكشن والثنين عكس بعض نبص كده على دورسي فليكشن والبلانتر فليكشن دورسي فليكشن or bending toys towards the body يعني نتني الأصابع أو ناخد الأصابع في اتجاه الساق وهنا عكسها بلانتر فليكشن يعني away from the leg تمام؟ دورسي فليكشن معناها backward bending of foot يعني نتني الرجل فيه اتجاه الأعلى وبندينج في حالة البلانتر فليكشن بندنج صوله فطفوت pointing toys هنا في حالة البلانتر فليكشن aversion و inversion برضو عكس بعض turning outward and turning inward نشوف كده فين؟ هذه الـ inversion turning inward inversion turning inward inversion turning outward يعني بناخد الرجل إلى الخارج أو بناخدها إلى الداخل pronation and supination turning palm downward and turning palm out upward بنشوف كده اه دي اه الايه؟ الوضعية اللي موجودة عندنا لو أخدنا كف الإيد وأصبح كف الإيد يتجه إلى أسفل غير لما يتجه إلى أعلى لما يتجه إلى أسفل اسمه ايه؟ اسمه pronation لما يتجه إلى أعلى اسمه سوبينيشن elevation يعني to rise لما أرفع كدفي إلى أعلى ده اسمه elevation لما نزلوا إلى أسفل ده اسمه ايه؟ depression to drop down circunduction اللي هي الحركة الدائرية movement of circular direction from the central point opposition لما أبدأ في استخدام thumb finger اللي هو الإصبع الكبير في عد الأصابع واحد اثنين تلاتة أربعة كمسا أو هكذا؟ دي بنسميها ايه؟ بنسميها opposition moving thumb away from the palm to contact tip of other fingers يعني يكون الثمب ملامس لأطراف الأصابع الأخرى دي اسمها opposition يعني ايه؟ لتنين عاكس بعض rotation movement around central axis إن أنا ألف حوالين خط وهمي طولي يبقى abduction عكس abduction abduction moving away from the midline of the body abduction moving towards the midline of the body flexion bending يعني نعمل تانية في الزراع أو تانية في أي joint ممكن الفلكشن والإكستنشن يحصلوا على أي مفصل عندنا وإكستنشن لما نعمل extending the arm نفرد الزراع بالكامل ما باش في عندي أي زاوية موجودة في الألبو بيشوان دورزي فلقشن bending foot backward عندنا plantar flection bending sole of foot لِيُعَاَأَاَاَاَاَاَاَاَاَااً اِذْااااااَاااً ايه؟ تيرني outwards ايه؟ تيرني تيرني ايه؟ تيرني 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 تيري تيرني عندما نستخدم الثمب لتشعر الثمبات الأخرى ونستخدم الثمبات الدوران حول الثمبات الدوران حول الثمبات الدوران نرى بعض الثمبات الثمبات فاشيو جاء من فايبرس تيشو أو فايبرس بانت اللي هو الخط اللي بيكون في الياف كينيزو دي معناها موفمنت ومنها علم اسمه كينيسالوجي اللي هو the science to study the movement مسكولو مصل عندنا مايو كارديو جاء من مايو كارديام هارت ومايو برضو مصل جاء من مايو سايتس تينو تندن اللي هو جزء من العضلة وايضا تندينو يبقى تينو and تندينو both are combining forms for the tendon circum معناها around واحنا حكيناها لسا الان circumduction اللي هي الحركة الدائرية عندنا كينيزيا معناها موفمنت وكذلك كينيزيو معناها موفمنت هنا في حالة ما استخدمنا ما تكونش في صورة combining forms ولكنها تكون في صورة suffix كينيزيا اب زي abduction معناها away from Athenia weakness وadd toward اللي هي جاي منها adduction and so on طيب facial pertaining to facia احنا عارفين سمعين كلمة فاشيا دي قبل كده يا شباب؟ هم سمعين الكلمة دي قبل كده؟ فاشيا ها؟ ها؟ حتى سمع فيها قبل كده؟ اه طبقة من طبقات الجلد الداخلية ايش ايش؟ حكيت ايش؟ طبقة من طبقات الجلد الداخلية برافو عليك تحت الجلد على طول يعني احنا عندنا طبقات الجلد بعدين تحتها طبقة اسمها فاشيا قبل ايه؟ طبقة المسلز مظبوط ماشي؟ طبعا فاشيايتس انفلاميشان فاشيوتومي بنعمل انسجان لو قولنا لكن لو قولنا فاشيكتمي يبقى معناها ايه يا شباب؟ ايه؟ رموفل رموفل على طول رموفل وهذه علم الكينيسولوجي اللي حكينا عنه اللي هو science to study the movement muscular pertaining to muscles و polyomyelitis اللي هو inflammation of many muscles واخدناها polyomyelitis اللي هو شلل الأطفال وده بيكون نتيجة للتهاب في عدد كبير من العضلات مايالجيا واخدنا algae معناها pain وماي جاية من myocytes يا عنده muscles athenia معناها weakness زي mythenia وفي عندنا مرض هنتكلم عنه الآن اسمه mythenia graves بيحصل معا weakness of muscle electromyogram زي electrocardiogram اللي هو تخطيط العضلات هناك كان تخطيط القلب أو recording of the heart electricity هنا recording of the muscle electricity myocardial pertaining to heart myopathy أي حاجة تنتهي pathy معناها disease من غير تحديد نوع هذا المرض ومايو جاية من muscles myoplasty repair وmyorathy suturing وmyorexis معناها rupture وهذا تكرار التكلم هناك نحن بنغير بنغير الroot word أو بنغير combining form وبنضيف إليها نفس suffix فيعطينا نفس المعنى مع تغيير هذا المعنى مع إيه؟ ماشي؟ هنا عندنا حاجة تانية غريبة شوية إحنا إتعودنا على إنه algea معناها pain لكن هنا برضو فيه عندنا أيضا suffix آخر معناها pain اللي هو dyinia لأن tyno dyinia tyno جاء من tyndon اللي هو جزء من العضغة وdyinia معناها pain tyno plasty نفس الحكاية tyno rafi suturing tyno plasty عندنا و tyndo plasty أيضا لأن إتفقنا أن tyno و tyndo معناها tyndon و tyndotomy برضو incision ولو حكينا tyndectomy معناها removal of the tyndon tyndonites inflammation of the tyndon و tyndoness pertaining to tyndon نيجي على كينيزيا اللي هي منها الكينيزولوجي اللي هو science to study the movement Brady معناها slow move هنا خد بالنا خد بالنا أنه فيه فرق ما بين Bradykinesia وهيبو كينيزيا Bradykinesia فيه movement ولكنها slow ولكنها بطيئة لكن hypokinesia معناها insufficient movement يعني الحركة أقل مما ينبغي dyskinesia difficulty in movement و hyperkinesia excessive عكس hypokinesia معناها excessive movement يبقى لو وجدنا Brady means slow معناها أنه مفيش insufficient movement لا فيه sufficient movement ولكنها slow في حالة Bradykinesia أما في حالة hypokinesia فالمovement is insufficient أو inadequate movement أي كلمة تبدأ بحرف ما معناها أهو tonia atonia يعني فيش تون ما فيش انقباض في العضلة dystonia abnormal hypertonia excessive tone إن فيه انقباضات متعددة hypotonia معناها insufficient tone و myotonia اللي هو muscle tone نفسه اللي هو انقباض العضلة نفسها نيجي على مجموعة من diseases مرتبطة المسكولار system نبدأ بكلمة adhesion adhesion بالعربي يعني التصاقات scar tissue in fascia يعني فيه عندنا نطبة أنسجة نطبة موجودة في الفاشية وطبعا this will limit the movement of the muscles سيؤثر على حركة العضلات اللي موجودة أسفل هذه النطبة making the muscle movement difficult دي طبعا الحكاية دي مشهورة كتير يمكن سمعتوها شوية سمعين يا شباب فيه عملية اسمها العملية القيصرية طبعا بكل سبا فيها اه العملية القيصرية للولادة طبعا خدوا بالكم فيه قاعدة عامة بتقول ايه؟ بتقول once cesarean section forever cesarean section يعني ايه الكلام اللي أنا حكيته ده؟ يعني الفاتحة نفسها بيجوا عليها كل العمليات؟ لا يعني اذا الست اذا الامرأة ولدت مرة واحدة بال cesarean section كل الولادات القادمة هتكون cesarean section تمام؟ يعني بمعنى اصح اذا ولدت مرة بعملية قيصرية كل ولادتها هتكون بعملية قيصرية لهذا السبب اللي احنا بيتكلم عنه لسبب الاديجة لانه فاثناء عملية قيصرية بيكون في عندنا حاجة اسمها راف منبوليشن على اليوترس انه بيكون فيه تعامل قاسي شوية مع الرحم فبتتكون هذه الندب والالتصاقات وبالتالي من صعب جدا انه الست الحامل فيما بعد في الحمل القادم واللي بعده انها تولي الولادة طبيعية نتيجة لوجود هذه الالتصاقات وبالتالي اذا ولدت مرة واحدة عملية قيصرية كل الولادات القادمة ستكون عملية قيصرية وهذه نصيحة بوجيها لكم ان شاء الله اللي في المستقبل حيشتغل في النسائية والتوليد يعني صحيح الولادة الطبيعية يعني بتاخد وقت ومجهود اكتر لكنها اكثر امنا على الام والجنين من العملية القيصرية في حد في عائلة احدكم ولد بعملية قيصرية يعني واحدة ستة ولدت عملية قيصرية انا دكتور مين والدتي حلوة اوي سألت والدت كم مرة ولدت عملية قيصرية اه ثم مرات ورى بعض يعني فيش ولادة طبيعية نهائية لأ في قبل ها ولادة طبيعية قبل العملية قيصرية كان فيه ولادة طبيعية وبعدين بعد كده بمجرد ما بدأت عملية قيصرية كل التالي كان عملية قيصرية صح؟ نعم صحيح اه سألت يعني عرفت الان السبب ايه اه السبب اه وضعيتي الجنين كانت مش مناسبة الولادة الطبيعية لا 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 بتكلم ليه ليه العمليات قيصرية ليه عمليات قيصرية وبعدها على طول ليه نعم عشان معاملة تبعت الرحم التصاقات وفي نفس الوقت لما بنيجي العمليات قيصرية أصلا بيكون عبارة عن فتح فيه جدار الرحم نفسه فبيكون ضعيف ما يتحملش ان الست تيجي بعد كده وتعمل يعني يكون عندها مجهود انقباضات رحم عشان تولد ولادة طبيعي اه وقتها ان حكوا انه ممكن انه يفتح يرجع يفتح للجرح مش يفتح ينفجر يا بنت الحلال ينفجر طيب في عندنا نزال معرفش اذا كان يعني شابه ولا صبيعي نزال خير ينزال لا امي ولدت اول مرة طبيعي بعدها قيصرية طبيعي بعدها قيصرية او يعني حاولوا معاها في عملية ولادة طبيعية بعد العملية القيصرية اه يمكن علشان كانت تاني مرة تاني مباشرة لكن لو ولدت مرتين عملية قيصرية هيكون فيه مخاطرة انها تولد ولادة طبيعية بس هو صار فيها مخاطرة قيصرية التانية كعملية جراحية طبعا ما ليه لا ما هو صار فيه نزيف كمان في العملية القيصرية التانية كانت نزيف لكن يعني مشيت لكن القعدة العامة وانس ستارتد يعني سيزيريان الدكاترة بيخافوا انه نتيجة لانقباض الرحم انه يحصل انفجار في الرحم مع الانقباضات الطبيعية رانا تفضلي دكتور انا والدتي والدتنا احنا خمسة كلنا قيصرية لان اخوي الكبير يعني ولد قيصرية نعم انا عارفة هو يعني يعني ممكن يكون دكتور النسائي والتوليد يعني يخاطر بعضها لكن عادة بيكون جدار الرحم ضعيف بعد العملية القيصرية فعني ربنا سلم في عزير حالات لكن بيخافوا دكتور النسائية انه ممكن مع الانقباضات الشديدة في الرحم انه مكان الجرح الاول للعملية القيصرية الاولى انه يفتح في اثناء انقباضات الرحم ماشي افنان كانت رفع ايدها كمان معرفش راحت فين اه كنت دفع لفي السؤال اللي سألو اه يعني هي قاعدة عامة بيخافوا الدكتور والان يعني بصراحة اللي بيدفع الدكتور النسائية انه يعمل العملية القيصرية الست الحامل نفسها دي مش عاوزة انها تعاني من آلام الوضع وانقباضات الرحم فبتريح دماغها وبتطلب منه مباشرة العملية القيصرية لكن عامة دي اديجنس على فكرة يعني الالتصاقات على فكرة مش مرتبطة بالعملية القيصرية فقط ولكنها مرتبطة بأي عملية جراحية ممكن انها تحصل اترو فيه معناها ضمور poor muscle development ممكن يكون due to disease in the muscle or lack of use اللي بيسميها muscle wasting يعني احنا عندنا مين من الشباب left handed مين من الشباب اعصر يستخدم ايده شمال انا دكتور عظيم لا عليكي بالنسبة للشباب اللي بيستخدموا اليد الشمال القوة اكتر ناحية اليد الشمال ولا اليد اليمين ايهما اقوى اليد الشمال اليد الشمال يستخدم دي في عندنا حاجة اسمها disuse atrophy اللي هو الضمور لعدم الاستخدام فالجماعة اللي بيكون عندهم بيستخدموا right handed يستخدم ايده اليمين هنجد ان القوة موجودة على ايده اليمين وايده شمال اقل شوية في القوة بينما left handed persons they have strong left hand and they have weaker right hand طيب contracture اللي هي abnormal shortening of muscle fibres tendons or fascia هنبص على الصورة اللي موجود ناحية اليمين بيوضح لنا يعني ايه contracture انه في عندنا نصر في بعض الالياف العضلية نتج عنه وضعية معينة للا two fingers نتيجة لانه في عندنا shortening of the muscle fibers or shortening of the fascia or shortening of the tendons hypertrophy معناها تضخم increase in muscle bulk from using it الجماعة الرياضيين اللي لقى عندهم عضلات ضخمة intermittent cloudication attacks of severe pain and lambsness caused by muscle ischemia usually in calf muscles نروح انتو عندكم الكالف muscles بتسموها انتو عندكم البطة تقريباً مش كده تموها البطة السمانة أو السمانة ماشي نلاقي فيها عند الاشخاص اللي عندهم intermittent cloudication severe pain ألم شديد جداً والألم ده بيكون غالباً نتيجة لنقص التغذية الدموية ischemia يعني decrease in the blood supply to the muscle spasm اللي هو التقلص في العضلات sudden involuntary strong movement and we have دايما احنا شايفين هنا كده في عندنا spasm in the calf muscles اللي هي عضلات السمانة أو عضلات البطة torticoles نبص كده على الصورة اللي في الوسط ما هو التعبير المناسب لهذه الصورة انحنا بالرقبة أيوة نبص كده نبص تحت ما أنا بقى شاور بالليزر بوينتر اهو ايه اللي احنا شايفينه تحت شايفين انقباض في عضلة الرقبة فعمله tilting of the neck to the left side واخد الرأس ناحية الشمال ممكن يكون نفس الحكاية في انقباض في عضلات اللي موجودة ناحية الشمال فتاخد الرأس ناحية يمين وهكذا دي بنسميها torticoles severe neck spasm في عندنا تقلل شديد جدا ايش حالة مؤقتة ولا بتظلها فترة مؤقتة لا طبعا لو دنها فترة طويلة طب مصيبة يعني لا حالة مؤقتة واعادة بتاخد مسكنات على شوية أدوية يعني مرخية للعضلات عشان ترجع اي واحد معرض انه يحصل عنده torticoles دي احيانا في حبيبتين فيكم يصحى من النوم يعني هستشعر انه عنده تقلص في عضلات الرقبة وانها ملوحة في اتجاه معين ومش قادر يحركها اه دكتور نكتير بس معي اه دكتور عشان يسعر بتصير معك كتير مش كده اه كتير اول ما تصحى من النوم ولا بعدها بشوية اول ما اصحى من النوم لانه الاشخاص مبنى على مخدة مبتنمش على مخدة نهائي اه ابدا ايه السبب يعني من الزمان فهي عادة لا ما فيش حاجة اسمها عادة لان كده خطأ اه نفس الحكاية اي واحد ممكن وهو نايم ياخد وضعية خطأ في النوم ينتج عنها انه ايه يحصل عنده muscle spasm in neck muscles وتعمل tilting to the left side to the right side او احيانا to the back احيانا to the front نتيجة لspasm severe neck spasm ده بنسميه ver neck او بنسميه crick in the neck طيب بعض الفترونجيه عندي فضلي شو هي الوضعية المناسبة للنوم بحيث انه الشخص لما يستيقظ من النوم ما يكون متشنج كامل جسمه انا بعاني من هو ما فيش ممكن ينتج عنها muscle spasm فدي من الصعب ان الواحد يتحكم فيها الا اذا ضلوا صاحي طول الليل فيبروميالجيا شغلت كثير كثير يعني مزعجة وهيك وروحت عدى الكاترة وحكولي انه ما لها حل فين في الرقبة اه في الرقبة والاكتاب الرقبة والاكتاب انت بتنامي على كم خدها بنتي واحدة وطية منخفضة ولا ارتفاع مناسب ولا عالية ولا ايه بالضبط وسط مش كثير عالية ولا كثير واطية بحاول انتكون وسط بس دايما بصحة بكون مشلولة وبيكون مصاحبها صداع شديد اه كثير استخدمت اي ادوية مهم فعلا يعني هم ادكت صادقين في انهم يعني حكولك انه مفيش حل لهذا الموضوع لانه يعني الشخص هو نايم الله اعلم ايه هي الوضعية اللي هو بيكون موجود فيها فايبروميالجيا ده عبارة عن ايكينج اند بين اند موسيل اند صوف تيشوز ده عبارة عن الام شديدة في عدد كبير من العضلات اند صوف تيشوز لاترال لاترال ايه 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 واخدوا بالكم لان دي مين فيكم بيلعب تنس يا شباب او بيلعب ايه كرة الطاولة اللي هي البينك بونج في حد مارس التنس اه لا مافيش طبعا اللاترال ايبي كوندولايز اللي هو بيسموه مرض بيسموه تنس البو اللي هي الكوع الناتج من لعب التنس وده بيكون نتيجة لانفلاميشن اوف البو موسيلز كوست باي سترونجي جريبنج سترونجي جريبنج اللي هو بيكون ماسك المضرب تنس بقوة فيانتج عنه انفلاميشن اوف البو موسيلز موسيل ديستروفي ده مرض وراثي بينتج عنه بروغريسيف موسيل اتروفي انه بيحصل دمور متطور في العضلات عندنا سودي هايبيرتورفيك موسكولر ديستروفي وده برضو نوع من انواع الامراض الوراثية بينتج عنه دمور في العضلات ده بيسموه دوشن موسيل ديستروفي وده ان شاء الله تخدوه بالتفصيل في موديول او في منظومة الجهاز العضل الحركة في السنة التانية احد الجينات لنوع معين من البروتين اسمه ديستروفي بيكون فيه ميوتيشن فما بينتجش هذا البروتين بيعمل هذا المرض هاي فيه كمان مرض اسمه كاربل تانيل سندروم كاربل تانيل سندروم ده على الاغلب بيكون موجود عند الناس اللي بيكونوا يعني عملهم مرتبط بالكمبيوتر لفترات طويلة مستخدم الماوس أوف دا كمبيوتر برولونج تايم لفترات طويلة ينتج عنه هذا البرد وده بيكون نتيجة لي انه الرباط اللي موجود عند مفصل الرزغ عمل كومبريشن على الميدين نيرف احنا فيه عندنا تلات اعصاب في ايد واحد اسمه ريديال نيرف والتاني اسمه ألنر نيلف وفي النص ما بينهم فيه الميدين نيرف فالميدين نيرف بيمر من تحت احد الاربطة اللي موجودة في منطقة الرزغ نتيجة الاستخدام المستمر لمفصل الرزغ فيه اعمال الماوس أوف دا كومبيوتر بيحصل ضيق في هذا الرباط فبيضغط على الميدين نيرف وبيعمل سيفير بين بيعمل ألم شديد جدا والحل ان احنا بنقص بنقوم بقص هذا الرباط علشان نخفف من الضغط على الميدين نيرف طيب مرض آخر اسمه جانجليون ساست وده كيس بيظهر على الأغلب على الهاند أو عند الرست أو حيانا أنكل وده يكون عبارة عن ساست أن تندون شيث اللي هو غلاف بيحيط بجزء من العضلة بيطلع فيه كيس هذا الكيس اسمه جانجليون ساست ريبتاتيف موشن ديس آردر وده آآ كرونيك كرونيك يعني مزمن مرض مزمن بيصيب المسلز جاينت تندون نيرف وبيكون the tissues are subjected to pressure vibration or repetitive movement نبص نلاقي أنه في حركات متكررة بتحصل نتيجة لهذا المرض اللي بيصيب العضلات والتندون والنيرف and joints روتور كاف انجري بإصابة وده عبارة عن جاينت كابسول of shoulder جاينت is reinforced by high degree of flexibility putting the rotor cuff at risk and tearing ده بيحصل على الأغلب في كابسول of the shoulder جاينت اللي هي غلاف العضلة الكتف strain وده muscle damage أو tendons ligaments due to over stretching زي بالظبط كده الأشخاص اللي بيلعبوا رياضة وبعدين يعمل تمدد أكتر من اللازم في العضلات هذا التمدد هينتج عنه damage في المصل نسمع كده على اللعب الكرة يحصل عنده تمزق في العضلة الضامة أو تمزق في العضلة الخلفية أو تمزق في أي عضلة نتيجة over stretching أنه فيها تمدد أكتر من اللازم ليس بيصيب العضلات فقط لكن ممكن أيضا أنه يصيب tendons and ligaments حتى الأربط نفسها due to over stretching ممكن يحصل فيها damage تكرا في دكتور فضل دكتور عندي سؤال بعد فضل دكتور بالنسبة للكتور أنا سمعت أنه لما يصير مثلا فيه تنفس بسرعة بسي في contracture بدأت من أطراف الأصابة بعدين نبلش عند الأطراف contracture أنت متأكد من كده contracture مش هي انقباض الأصابة ل الكتب أنه بسي في انقباض لا لا contracture حاجة تانية contracture أنه بيكون في مشكلة في tendon أو في muscle fibers بتكون أقصر من اللازم فنتيجة القصرها بيحصل شد على الأماكن اللي مرتبطة بيها هذه العدلة فتظهر زي الصورة اللي احنا شايفينها بعض الناس بتلاقي عندهم contracture in more than one finger الأصبع الصغير والأصبع اللي جابه وممكن الأصبع في الأوسط أو في الوسط أيضا نتيجة لأنه حصل shortening of the muscle fibers أو shortening of the tendon تمام شكرا دكتور طبعا احنا أهم حاجة عندنا طبعا في عندنا حاجات فحوصات مخبارية كتيرة للمuscles زي الكرياتين فوسفو كينيز وده تكلمنا عنه في البيو chemistry في الإيزوزايم بما يكفي اللي هو ثلاثة إيزوزايم واحد منهم موجود في الbrain والتاني موجود في skeletal muscle والتالت موجود في heart ويستخدم for the diagnosis of the muscle damage الم إيزوزايم of the كرياتين كينيز can be used as an indicator for damage of the skeletal muscle عندنا الم إيزوزايم of كرياتين كينيز اللي حكينا عنه كتير can be used for the diagnosis of myocardial infarction and so on fine هي عندنا كمان other diagnostic procedure زي مثلا electromyography جسا متكلمين عنه احنا قلنا electrocardiography اللي هو studying the cardiac muscle electricity هنا نفس الحكاية electromyography studying the strength and the quality of the muscle contraction in response to electrical stimulation يعني بنستخدم يعني شحنة كهربية معينة ونقربها من العضلة ونشوف what is the contraction and the strength of the contraction of this muscle ونرسم الجرام نرسم تخطيط العضلات نتيجة لل stimulation of the muscle with a short electric current نفس الحكاية على cardiac muscle نفس الحكاية برضو بنقيص electricity in the cardiac muscle deep tendon reflexes muscle contraction in response to stretch used to determine if the muscles are responding properly يعني نروح كده نشوف كده العضلات مع stretching مع تمدد هذه العضلات ونشوف بالضبط contraction نشوف بعض الأطباء ماسك في ايد ومطرقة وفي طرفها جزء من المطاط يطرق بها على منطقة معينة ونشوف ماسك contraction in response to the stretch مع الشد ايه استجابة العضلة لهذا الشد مصول بيوبسي خزعة من المصول على الأغلب لما يكون عندنا severe disease in the muscles we can take part of the muscle to be examined pathologically يختبروها ويشوفوها من وجهة نظر علم الأمراض تحت الميكروسكوب and what will be the diagnosis of that disease مرض احترنا في حرنة في تشخيص هذا المرض بناخد خزعة بالضبط كذلك زي ما ناخد خزعة من liver خزعة من bone marrow خزعة من أي مكان ويتم دراستها من ناحية pathology for the diagnosis of a particular disease خزعة وتجعلني ملاشي вопрос يفعلنا آرثروديزيس أرجو Axis نفس الحكاية هنا ساعجان dûجول كنانكور المصادس that move the joint بنجي كده على عضلات اللي بتحرك مفصل معين ونربطها عشان ايه نعمل stabilization of a joint نحن نثبت مفصل معين بحيث انه ما يتحركش بتثبيت عن طريق تثبيت tendons of the muscles which are responsible for the movement of this joint اخر حاجة عندنا يعني دواء بلاش نتكلم على anti-inflammatory والانالجيسكس اللي هي مضادات الالتهاب ومسكنات لا احنا في عندنا اللي هو muscle relaxant muscle relaxant يسري فعله على skeletal muscles فقط مش هيأثر على باقي العضلات لانه زي ما ذكرنا انه cardiac muscle and smooth muscles are involuntary muscles under effect of central nervous system and so using the skeletal muscle relaxant will result in relaxation of skeletal muscle spasm واحد عنده انقباض او تقلص في عضلات مثلا عضلة معينة عضلات الظهر يستخدم skeletal muscle relaxant بس ما ياخدش جرعات كبيرة لانه يعني منوم شديد جدا بيؤدي الى النوم مثلا في واحد عنده انقباض في عضلات الرقبة انقباض في عضلة في ايده بيستخدم مرخي العضلات and that for عشان relieving the spasm in the muscles in a particular region of the body طيب ممكن ناخد يعني جزء بسيط من nervous system لو انتوا عاوزين يعني ايه رأيكم ناخده ولا بلاش لا لاد بدك يا دكتور لا بلاش بلاش الدكتور بلاش بلاش ولا بلاش اه بلاش بلاش اه بلاش بلاش اسمع واحد بس اسمع واحد بس الله يرضي عليك واحد بس اه عشان لحج يعني شوي ها على أي شيء أجمعتم يا قوم على أي شيء أجمعتم يا قوم كافي كافي دكتور بالراحة كافي كافي هناخد رأي إبراهيم زياد إبراهيم زياد إبراهيم النعيمات معنا هلا دكتور معك إيه رأيك ناخد ولا بلاش 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 سندس يوسف رفع يدك خير دكتور ده أحكي لك إنه إحنا مبارحة ما ندرسنا الماسكولر فخليها اليوم كمان إحنا ندرس خلص سمرة جمي باش نرس طيب حمزة حمزة حسن يوسف بلاش يا دكتور ناخد ولا بلاش ناخد ولا بلاش الأول بلاش 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 طيب نلتقي يوم الخميس القادم إن شاء الله